أعلنت المعارضة السورية مقتل أكثر من ثلاثين شخصا إثر قصف الطائرات الروسية بالصواريخ الفراغية عدة قرى بريف ديرزور وذكرت المصادر أن القصف الروسي استهدف أحياء سكنية في قرى الجنينة والحسينية والبوليل وفي إدلب قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص جراء غارات جوية روسية استهدفت مدينة سرمدة وبلدة الدانا في ريف إدلب الشمالية استهدف القصف منطقة بجوار مخيمات النزحين قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا